مرحبا بالجميع في فيديو جديد على القناة. هذه الفيديو سوف نشاهد فيها تصحيح الانتحان والام التربية فوبرائر الفين وعشرين. هنا الدورة الاخيرة الاستثنائية. اعطوكم واحد النص فيه يعني في واحد للتكست. وعطو بعض الاسئلة اللي كي بدأوا من السؤال ستين. اه جسك السؤال مية وعشرين. وقال نحاول نعطي هذه الاسئلة. دونك النص اللي اعطوكم اول سؤال يواليج النص لموضوعات الاتية. اعطوكم ديشوة. الصحيح هو الديعو لم تربية ترابط منطقي القيام ثم الوظيفية. سؤال رقم اثنين وستين كذلك مرتبط بالنص. يقارب النص من فهم القيام في التقويم المدراسي عبر الاجابة صحيح الاجابة ا. مدخل قياس اطار الاحكام كمان وكيفا. نسبة السؤال ستين من بين الاسئلة التي يجيب عنها النص. الاجابة صحيح الاجابة السي. هل تستطيع علم التربية ان تتجنب احكام القيمة. السؤال الربعة وستين تستهدف الجودة حسب النص بجالات. اجابة صحيح الاجابة باء. التواصل السلوك الفن المهن التفكير ثم العلم. السؤال الخمسة وستين من خصائص علم التربية حسب النص. الملاحظة التفسير ثم الموضوعية. اجابة صحيح الاجابة الدي. من مظاهر فشل التعلم حسب فيوغوتسكي. هنا مبقاوش الاسئلة كيتعلق بالنص. بامتداء من سؤال ستة وستين. الاسئلة لا تتعلق بالنص. اسئلة تستهدف اه يعني المكاسب واليغسوخص ديال كله مترشح. اذا سؤال ستة وستين كي يقول من مظاهر فشل التعلم حسب فيوغوتسكي. الاجابة صحيح الاجابة السي عدم تحول منتوج الجماع الى منتوج فرضي. السؤال رقم سبع ستين استعملت زينب كلمة دوابان بدل كلمة نصحار لوصف ما يحدث للزبدة في موقلاد ساخنة. حسب باشلار وقعت زينب في عائق الاجابة صحيح الاجابة في عائق اللغة. يعني اه باشلار صنف بعض صنف انواع العوائق. هنا هاد العائق ديال زينب دوابان بدل كلمة نصحار هو يعتبر عائق لغوي. السؤال ستين لمنهج المعتمد من طرف بياجي في تحديد مراحل الموطف وهو المنهج اجابة صحيح الاجابة دي التطوري. بالنسبة لسؤال ستين تتحقق العدلة الاجتماعية حسب دي بي اجابة صحيح الاجابة بي التعاقل الاجتماعي. بالنسبة لسؤال ستين فتما المنهج ديال بي ارجي ما شي بنائي. واخر ان بي ارجي كان تعمل البنائية لكونستروكتيفزم وكل المنهج اللي اعتمد في تحديد مراحل الموطف وهو المنهج التطوري. السؤال سبعين تشير ازمة السنة التالية من العمر حسب الى اكتشاف الاجابة صحيح الاجابة الى اكتشاف الطفل مع الرفض والمعارضة. ثم السؤال واحدة سبعين عندما يدرك المتعلم او المتعلمة ان التلقوة مرتبط بالانشطة البشرية. فهذا يعني ان بالنسبة لبي اجري اه بان اعماليات نظيم ذاتي تنتج عنها فهم العلاقات بينها نصير لنفهم الواحد. الاجابة الصحيح الاجابة با. نسبة السؤال سبعين حصل التلميذ خالد على اكبر حصيص بعد انجاز رئيسه السومتري. هذا يعني انه يمكن الاعتماد على خالد في الاجابة الصحية ايه الاجابة با. في تمتيل القسم لدى ادارة المؤسسة. يعني نستطيع الاعتماد على خالد لكي يمثل اه قسمه يعني في اه مجلس ادارة المؤسسة. السؤال ثلاثة وسبعين تعتبر او لا يعتبر تصغل الخطاطات قدرة من قدرات الدكاء. الاجابة الصحيح الاجابة الفني. بالنسبة للسؤال الرابعة وسبعين الهدف من التنشاء الاجتماعي حسب ايميل دوركيم هي الاجابة الصحية. هي تلبية الجماعة لحاجات الفرد. بالنسبة للسؤال الخمسة وسبعين تعتبر النظرية المعريفية تعتبر عفوا ان النظرية المعريفية ان عملية الت zdeماعلم هي ايجابة صحية يا الاجابة السي هي مصار لمعالجة المعلومات والتفاعل معها ضمن مصار تعليمي. بالنسبة للسؤال رابعة ستهة وسبعين يشير انفهم له ابيثو سينده بو ضيو إلى الاجابة الصحية الاجابة ذال عادة متكررة. سبعة وسبعين يشير النقص في نظرية التحليل النفسي الى ايجابة صحية الياجابة اللف تراجعه نحو مرحلة ومريا سابقة. يهدف التوليد السوقراتي الى السؤال 78 الى الاف الاجابة الصحية دفع المحاور الى اكتشاف المحاور الى اكتشاف جهلي. السؤال 79 من خصائص اضطراب التعلم انها الاجابة الصحية الاجابة السي انها لا تصنف ضمن الاعاقات. بالنسبة للسؤال 80 تدخل هيمنى الذكورية في المدرسة حسب بير بروديو ضمن الاجابة الصحية الاجابة الرأسمال الرمزي. السؤال 81 يهدف النمو الاخلاقي للطفل حسب كوربيرغ الى تجاوز ايجابة صحية الاجابة الاف المستوى التقليدي. السؤال 82 المقصود بالموارد الداخلية المتعلم هي ايجابة الاف هي بنيات معرفية لا شعورية. السؤال 83 حسب النظر يرجج طلطية يستحذر الدهن لحنا الموسيقيا بوصفه الاجابة صحية الاجابة الس متوالية من النغمات. بالنسبة للسؤال 84 اسلوب قيادة يتمتع به الافراد والقائد بحرية كاملة ومطلقة، ويلتزم في القائد بالحياة التام. هو الاجابة الصحية الاجابة اثالثة هي القيادة الفوضوية التي يتمتع فيها الافراد بحرية كاملة ومطلقة ويلتزم فيه القائد بالحياة التام هذه من خصائص الفوضى بالنسبة للسؤال 85 من خصائص مرحلة ؟ الاجابة الصحية الاجابة الف انصرف عن الاهتمامات الجنسية حيث ينصرف المراهق أو الشاب عن اهتمامات الجنسية ويدهب إلى اهتمامات الحياة الأخرى بالنسبة للسؤال الثانية تعتمد بدواجه الأهداف على صنافة لمستويات الأهداف المعرفية تتكون من الفهم التقويم تام تطبيق تحويل الإجابة الصحية الإجابة السي وهي عمليات يقوم بها المتعلم أثناء تعدمه ثم السؤال الثانية يعتبر نادي التربويض ضمن مؤسسة إعدادية آلية نشيطية تشاركية ثم تفويضية الإجابة الصحية الإجابة ألف السؤال الثانية تعتبر نظري السيبنائي أن تقليص المنطقة المحادي للنمو هي مهمة الإجابة الصحية الإجابة للباء القارن يعني حتش لازم فروكسيما دو ديفلوبمون هي ديال فيغوتسكي دونك سيس كو إنه لك شي اللي غايت تعلمو المتعلم بمساعدة شي واحد القارن دياله دونك أنا الإجابة صحية الإجابة بي غيرت مغلط في تحديد ديال الإجابة ودرت السي بنسبة العامل الحاسم في النمو حسب بي هو الإجابة أو الوضعيات الواقعية يعني بنسبة الجواب ديال السؤال الثمانين السؤال الثانية الأساس التي تقوم عليها التربية الدمجة هو تكييف المنهج دونك الإجابة صحية إجابة ديال لدال وبنسبة السؤال الثانية من الإضطرابات المصنفة من الإضطرابات النمائية التطورية حسب الجمعية الأمريكية لعدم النفس نجيد الألف عسر الكتابة العسر الكتابة هو الإجابة الصحية نسبة السؤال الثانية والتسعين عندما يستطيع تدميذ رسم سيارة في طريق سيارة ويتمثل أن حركتها النتجة عن إيرادة السيق وحالتها الميكانيكية فإن النظرية البنائية تعتبر هذا الطفل في المرحلة الإجابة صحية إجابة دال لإجرائية الصورية السؤال الثانية من القدرات المعرفية نجيد الإجابة صحية لإجابة أليف التلخيص، تصنيف، المقارنة، ثم التذكر السؤال الثانية من بالكيفاءات الاستراتيجية نجيد الإجابة صحية لإجابة أليف اكتساب الفرض من أجياء التفكير سؤال 95 مقرر دراسي وكيف المحتويات الدراسية مع نواع راحب العمورية للمتعلم هو مقرر من بني وفق النظرية إجابة صحية لإجابة ذا السوسيوبنائية منسبة التعليل لهذه الأجوية وفا أو المصدر لها فعلي تلقوها في الوصف لديسكيمسيون أسفل الفيديو سؤال 96 جرب ألفريد بيني أول مقياس للدكاء على الإجابة الصحية الفريد بني جرب على قرادة من صنف الشمبانزي وأخضعات لتدريبات خاصة إلى الإجابة صحية لإجابة ألف بالنسبة للسؤال 97 الوضعية المهيكلة هي مرحلة يتم فيها إجابة صحية الإجابة باء يتم فيها تبويب الموارد وترتيبها بالنسبة للسؤال 98 يشير اضطراب الدور حسب إيريكسون إلى إجابة صحية الإجابة باء تداخل الأدوار بين الدات والموضوع بالنسبة للسؤال 99 من غايات المدرسة أو لمدرسة الفرصة الثانية الإجابة الصحية لإجابة ألف من غايتها يعطى فرصة ثانية للتلميذ أو التلميذة التي لم تحصل ولم يحصل على عتابة الولوج للقسم الأعلى بالنسبة للسؤال 100 ترون منهجية تفريد التعلم إجابة صحية لإجابة الثالثة إلى إعطاء الفرصة للمتعلم أو المتعلمة ليكتسب المعرفة حسب إيقاعه أو إيقاعها وقدرتها الخاصة بالنسبة للسؤال 101 يولد الأفراد مزودين بأليات موردة تسمح لهم بتعلم اللغة وإنتاج عدد لا محدود من الجمال حسب ما قال هذه الجملة هو شومسكي نوم شومسكي إذن الإجابة الصحية لإجابة أليف أو الإجابة الأولى بالنسبة للسؤال 102 يقصد بمبدأ التعميم في الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 هي من المستجدد الإجابة الصحية هي تعميم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في غلوج الشعب العلمية بالنسبة للسؤال 103 يؤكد ترون دايك على أن العقاب إجابة صحية إجابة أليف يمكن من المساعدة على إعداد النظر في طرق التعلم لدى التلميذ في بعض الوضعيات السؤال 104 من وظائف التواصل عير لفظي إجابة صحية إجابة أليف نجد التأثير ثم التبادل ثم التعاطف بالنسبة للسؤال 105 الفرق بين المفاهيم العلمية والتمتلات هو اختلاف في إجابة صحية إجابة الثالثة هو اختلاف في الطبيعة بالنسبة للسؤال 106 يتميز تعاقد لبداوجي بكونه الإجابة الصحية الإجابة الثالثة بكونه تعاقد صريح ومتفق بشأنه بالنسبة للسؤال 107 يتمثل مشروع الشخصي للتلميذ في الإجابة الصحية الإجابة الثانية في إعداد مشروع ضمن مادة دراسية يعتبر نفسه متفوقا فيها وتقدمه أمام الزمالاء في القسم هذا هو ما يقصد بالمشروع الشخصي للتلميذ بالنسبة للسؤال 108 عندما كشفت الأستاذة عن صورة قال تلميذ هذا حصان فسر السكنر هذا الحادث على أنه الإجابة الصحية الإجابة الثالثة على أنه عملية تركيب لمؤشرات قبلية ودمجها في عبارة هذا حصان مصادر وتعليل هذه المعلومات ستجدونها في الوصف كما قلت ثم كذلك في التعليق الأول والثاني لأنه صندوق الوصف لا يمكن أن تضع فيه أكثر من خمسة ألاش كلمة بالنسبة للسؤال 109 يعتبر مفهوم التموضعية أو الذي يعبر عفوان مفهوم التموضعية عن إجابة صحية الإجابة الثانية عن الوضع الاعتباري لأطراف العملية التعليمية التعلمية السؤال 110 يتم الدعم المندميش في إطار الجواب الصحيح والجواب الباء الثاني في إطار المواد التي تنمي كفاية أو كفاية مستعردة موحدة هنا يتم ما يسمى بالدعم المندميش ثم السؤال 111 يتم قياس العلاقات الاجتماعية بواسطة الإجابة الصحية الإجابة الدال سلم التواصل الاجتماعي لما يسمى بالرئيس السوسيومتري ثم في الإختيارات ما كانش السوسيومتري لذلك الجواب الصحيح والجواب الأخير سلم التواصل الاجتماعي بالنسبة للسؤال 112 يتم بناء الدرس انطلاقا من اليداغوجية حل المشكلة عبر أربع مقاطع وهي الإجابة الأولى هي الإجابة الصحية أولا يتم تحديد المشكلة ثم صيارة الفرضيات ثم اختبار الفرضيات ثم الإعلان عن النتائج بالنسبة للسؤال 113 يحضر أشغال نادي البيئي بمؤسسة تنوية ووجبا يعني واحد شخص ضروري عليه واجبا لها أنه يحضر أشغال نادي البيئة أو أي نادي آخر في المؤسسة إذن هو الإجابة باء مدير أو لمديرة المؤسسة بصفته المشتريف أو الرئيس للأندية أو لا تفعيل الأندية والحياة المدرسية داخل المؤسسة السؤال 114 تقوم المهارة على العناصر التالية لكن المهارة تقوم على الحركة لإثارة واحتمال لاقتصاد في الجهد إنه الإجابة الصحية هي الإجابة الثانية سؤال رقم 115 تتجلى إعادة الإنتاج حسب بير بورديو أساسا في الإجابة الصحية الإجابة ذا النموذج التقافي إذن إعادة الإنتاج عند بير بورديو هي واحدة نظرية ليلو بحالها بحال الآبيتوس أو الآبيتوس نظرية لك تقول أنه كان ينفارق بالمتعلمين حسب الرأس مال التقافي دير كل عائلة مثلا كاللقاء الطبقات الاجتماعية كاللقاء الناس مثلا أو للتلاميذة أو للطلاب اللي عادي يدفعوا لشي كونكور كاللقاء يدوز مثلا واحد لديحان شفاوي وهنا يعني ما كي يأخذوش بعيد الاعتبار رأس مال التقافي دير كل عائلة حيث مثلا أنا غادي اللقاء والأغنياء غادي يكونوا يعني متعلمين مزيان اللغة ولكن الفقراء لو بالتالي ما كينش تكافوا الفرص بينهم ترغلوش إلى إلى ذلك التعلم أو إلى تلك تلك المباراة مثلا من مفاهيم البداغوجي لا توجيهية سؤال 116 الإجابة صحيح الإجابة ذال هذا امتقى في الموجه التقنية الحرية ثم الإنسجام مع الآخر سؤال 117 أول القطوة تباقي أن يقوم بها الراشد بطريقة مريامونتسوري البيتاغوجية إجابة صحيح الإجابة باء أن يجهز فضاء التعلم للطفل وبنسبة السؤال 118 يعني باني مشروع القسم على الإجابة صحيح الإجابة باء تسوق المشترك يساهم به القسم الواحيد ضمن مشروع المؤسسة المندمش بالنسبة السؤال 119 من العناصر الأساسية في طريقة القسم المعكوس الإجابة الصحية الإجابة الثانية الموارد الرقمية التعلم الداتي ثم العمل المنزلي بالنسبة السؤال الأخير سؤال 120 يعني بياجي الدكاء كما يلي الإجابة الصحية الإجابة الأخيرة القدرة على معالجة المعلومات وتنظيم العالم هذا هو التعريف للعطاء بياجي الدكاء حسب الأبحاث الذي يري